موسيقى موسيقى أنا كنت أتلقى تهديدات تقريبهم بشكل يومي أنه رح نوصل لك يعني كان الشخص مني هددني يقول أنا اسم فلان هل قد عمري من فلان ميليشيا إذا لزمناك رح نسوي لك فتش رح نقتصبك رح نقتلك لا سوي شي غير قانوة بالنسبة للدولة ولكن فخافة تشير مات عن الدولة وعندما تشعر الميليشيات لأن الدولة ممكن رح نستجن في عراقب كم سنة واطلع ولكن الميليشيات أرد بالعراق المسلحة لا تتعامل لك شي حتى لا تستهديد يعني إذا وصلت لك مباشرة رح تقتل موسيقى لبنان من نشوفها بها حرية نقدر نقول أكثر من باقي المناطق بالميدال إيس لأنه هواي من المنظمات والناشطين وعندهم صوت كلش قوي وصوت مسموع هي من قول أن الحرية هنا بلبنان بارفكت بس أكيد هي حسن الميدال إيس موسيقى وصف أمين عام حزب الله حسن نصر الله العلاقات المثلية بالثقافة المنحرفة ودع صراحة إلى العنف ضد المثليين إذ دعا إلى قتلهم وحث الناس على وصفهم بألفاظ مهينة موسيقى 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 أول ما أجدت للبنان حسنت في هذا الشعر مع الحرية بالبدائية فبالشتكتب مقالات بلشتكتب حرية أكثر بس وراي الحملات اللي جاي استصير بطلتكتب مقالات جاي أحسن أن الوضع حسن أشبه بالوضع تغريباً اللي كان بالعراق موسيقى 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 ك Riay accommodate موسيقى من أفلاء موسيقى في المدن! موسيقى موسيقى بالنشر الموضوع ويعتبروه طبيعي وبالدنيانا نعتبروهن شي طبيعي وهذا شي مش طبيعي ما في أنا خلي بنتي وعائلتي وولادي يشوفوهن شي طبيعي لا هذا الشي منه طبيعي أبداً بتاتاً أنا مني مني جنود الرب صارت العالم إسلام ومسيحية ما عجدوهن رب آآآ الناس يريد أن تساعدنا الناس يريد أن تساعدنا خطاب الكراهية ضد أفراد نشاء العالمين معاين يزداد خطورة وعم يتطبق على أرض الواقع عم بيتم استهداف الأشخاص من قبل أفراد عاديين من قبل جماعات الحزب الله وغيرها من الجماعات في لبنان واللي هي مصلحة وكمان موجودة بقلب الدولة